بدون شك رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي فجر يوم الأول من سبتمبر عام 23 ترك فراغا كبيرا بعد صراع طويل مع المرض الرحيل رحيله أحدث حالة من الحزن العميقة في كل الأوساط الثقافية ولمحبي الشاعر لكن تبقى أعمال كريم العراقي الشعرية فضى إبداع وإرث إبداعيا اللقاء اليوم يجمعني بابن الأصغر علي وكان لهذا اللقاء أن يتحقق قبل هذا الوقت ولكني تركت لعائلتي الكريمة حرية اختيار الوقت المناسب لهم واليوم وبعد أشهر على رحيل الكبير العراقي معي ابنه الأصغر علي أو كما كان يحب والدة يقولها علي الغالي أهلا وسهلا بك علي مرحبا أهلا وسهلا بيك بنورك الله يسلمك شونك شون العائلة شون حبيبة الوالدة خير إن شاء الله شونك شونك إن شاء الله عدة وتعزمي إن شاء الله الله يسلمك أغنية تجيب الكاس جيبع قلت لي أنه من شفت ميناسه وتغطيته حبيت تتكلم عن هذه الأغنية نبدي حوارنا بها وقصة هذه الأغنية اللي كل العراقيين يحبه والحد اليوم هي حية وباقية فتفضل عني هي هاي فكريات حلوة من 2007 إنه 2007 ماكو واحد وقع إنه العراق رح توصل للنهاية نعم وبالأخير أخذوا الكاس لأول مرة وكانت أيام حلوة وفرح للعراقيين سوهي هو الوالد كتبها الأغنية جيب الكاس جيبه وكلنا فرح وين كتبها كان بالبيت يعني كتبها بالبيت أول شي ما كانت جاهزة هي بس وين شفنا العراق لنما توقعنا أنه العراق رح توصل للنهاية نعم شوي شوي وصله بالتصفية هو كتبها أثناء البطولة نعم بضبط وبعدين جهزناها جهزها خلصها وطشت وفرحنا وآخر شي فاز العراق ويونس المحمود شال الكاس وكنا فرحنا وجاب له هم شنو قصة هذا الكاس وهذا الكواب اللي عليها صورة الوالد الله يرحمه هو هاي صورته هنا كاتبين علي اسمه هو كريم العراقي يعني هاي محبة الناس للأغنية بدوا يطبعوها على التشيرتات وعلى الكواب والثانية الثانية عليها علي كريم العراقي نعم ارفعها شوي خليش فهاي تشكيلة المنتخب وهنا اللاعبين أي مقطع من الأغنية شفتوا لاعب الملعب المطبوع شفتوا لاعب الملعب يلاعبوا ايدا على جرها هذا الاعب العراقي من المآسي جاب فرحة جاب فرحة والكاس هذي شنو قصته لان انا كلش فرحت لما شفت يونس محمود شال الكاس وشفت الفرحة قلت للوالد انا همريد تجيب لي كاس ايه بالضبط و هو جاب لي هاي الكاس جاب لك فتشي مصغرة ايه وظلت انا اشيل بي وفرحت بي كان اب محب هو واعي ويرائي دعني نشوف الكاس هذا النموذج اللي اشترالك يا الوالد ممكن نشوفه طبعا ومكتوب عليها عالي عالي ايه لسه على حطيته من 5-7 يعني هو طلع راح اشترالك هذا الكاس حتى انه يفرحك شون يونس محمود شال الكاس حتى انه يحسب نفس الشعور كنت صغير وقتها ايه سبع سنوات وانت الصغير ومدلل ايه وان بالضبط الله يرحمه يعني هو شخصيته من ناس جدا صادقين انا لتقيتهم بحياتي سهلا يعني امام من نسويها حوار وهاي اللقطات خلي نشوفها طيب علي بك رايات حلوة نعم اكيد اكيد هاي رفعت الكاس طبعا بالضبط علي دون شك بانه الحياة بعد راحي الوالد تغيرت في اشياء كثيرة طبعا اعرف انه مريته بظرف صعب وبأيام وبأشهر صعبة لكن حبيت بكم انه انتو ماخذين شيء الكثير من روحها انه تستمرون وانتو تواصلون مع الناس هي صعبة بس الحياة لازم تستمر اكيد صعبة خلينا نعرف اليوم اشياء عن الوالد الله يرحمه كيف كانت ايامه قبل وبعد المرض هل تغير شيء؟ هو تعب حسب الألم بعد سنين المرض نعم بس احنا كعائلة ما ردنا هو يحس بالألم بالتعب دايما نريد نطيق الطاقة الإيجابية نغير السوالف نقول لها روح اشتغل اكتب قصيدة اقرأ اطلع ويا اصدقائك روح لالعب بليارد لانه هو اكبر شيء كان يحب البليارد وبالاصابة بالتشخص الأول اتعامل مع الموضوع انه شفا بالفين وسبعة عشر ايه هو ايه بدت بالفين وسبعة عشر وبالفين وسبعة عشر سوى عملية وان زار الستاد فراس وستاد كاظوم نعم وبدت شوي شوي بس اخر شيء من الفين وعشرين تساطعش جديدا ايه على هالسنين واستمرت كيف كان يبدأ يومه مع عائلته هو شخص صباحي يحب يقعد من وقت ودايما يسلم علينا يسولف ويانا يطمن علينا نحكي موافية شان كل شيء الامور وبعدين يطبخ لنا خاصة بيوم الجمعة شان يسوينا البيض الطيبة ناكل من عدها الريوك كان هو يسوي من ايده ايه هو يحب ويحب يطلع يتمشي يحب الطبيعة وبعدين نخليه براحته يروح للمكتب ما نزعجه على راحته يشتغل على الافلام على القصائد على الشعر لحد اخر يوم هو يشتغل استمر الشغل اخر ايام ومنشان ماريف كان ملتهب هاي بس ومنشان ماريف ايه ما ترك الشغل ابدا لان هو جاند هوايته هو يريد يحب يشتغل ايه طبعا اكيد طب يعني انت قلت لي انه كان هو صباحي ويحب كل جماعة يسويكم الفطور وبقية اليوم يقضي بالكتابة وفي مكتبة شو كان يحب يسمع هو يحب السبعينات الكلاسيكية يحب ام كالفوم فيروز عبدالحليم شادية رياض احمد ياس خضر سعدون جابر هو هاي السبعينات حبه ايه وطبعا صديقك يسمع لك كالفوم الساهر نعم والموسيقى كان يسمع موسيقى؟ الموسيقى الكلاسيكية الكلاسيكية ايه على السبعينات نعم نعم ممتاز كان هناك زيارة لكامرة الظهيرة وخصتها بشكل حصري بالمكان اللي كان يكتب بمكتبته ان شاء الله رح نشوفها خلال هذا هذا اللقاء هو عدى اصدقاء كثر من بقى متواصل معكم حد هذه اللحظة طبعا اول شي اللي تشكر كل الناس اللي تواصلوا ويانه محبة الناس هو كان اكبر شي اللي شجعه محبة الناس واشكر كل الفنانين اللي وقفوا ويانه نعم مثل هو الخيسر كافم الساهر صديق لطيفة تونسية عشرة امر ويانه ورحمة رياض هم اتصال ويانه وصحفي علي كافم ما قصر وعائلة احلام كلهم نعم طيبين ويانه وهم الناس تواصلوا ويانه من كل الدول من كل مكان يسألون علينا يسألون علينا وهم اكو ناس هم اختفت هذي صور طبعا للراحل اذا هذه ما التقطته كامرة الشرقية في زيارة بيت الشاعر الكريم الكبير الكريم الالاقي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر قَالُوا إِنَّكَ تَسْغَرُ مَعْهَا قَالُوا إِنَّكَ تَسْغَرُ مَعْهَا طَبعًا طَبعًا عينها بيتي وسميري ووسادة رأسي أطرارها تمحو كل هموم حياتي لو مس جميني اسبعها عينها بيتي وسميري ووسادة رأسي أطرارها تمحو كل هموم حياتي لو مس جميني اسبعها ضميني يا أحلى من راتي لو صمتت قلبي يسمعها ضميني يا أحلى من راتي لو صمتت قلبي يسمعها بغداد بغداد وحي خرق الله 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 نتلك سيدون بغداد 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 بغدني يا أحلى من راتي لو صمتت قلبي يسمعها اشتركوا في القناة 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 أقول أنه ما نحب الناس يريدون يستغلون من هاي المواضيع يقولون أنه والله أنا هيت شيء أنا عارفة أنا هاي يألفون قصص نعم سوف يعني أنتو تحبوه ادعوه اقروا للقنآن وذكروا بالخير طيب ما فكرتوا بعد الرحيل أنه تنشؤوا منصة أنتو أيضا على نفس النهج أنه ما لكم خاص بهذا الشيء أنه تسوي له صفحة تسوي له حساب ما ببالكم هاي الفكرة لا بالسوشيال ميديا لا بس أنتو قاله أنه أريد أنتو تسوي لك متحف وهو كل شيء فرح به هاي الفكرة من عجب بي ممكن أكيد والله إن شاء الله ليش لا يعني إنو حمال حجيت كويها نقول لي إيه كان عجبة الفكرة مئ بالمئة إن شاء الله ليش لا يعني الناس تحب يشوف مقتنياتها عن قرب يعني أنا والله دابع حسا وقلبها يوجعني مجاعة المكريات الحظ أهل أي آني يعني مزايرة هذا المكتب لجتنة نقعد بالهول يعني أنا وأمك والله الحمال بالهول هو كان عنده بزونة بضبط ميسي يحب اسمها؟ ميسي إنه هو برشلوني سسمعها ميسي ميسي وإنها ميسي موجودة بعدين؟ موجودة ميسي لسه تدخل مكتبة تدخل بأغرابة لتفهم الدور علي إحنا كلنا نفس نفس الإحساس يعني حسا لسه موجود بالبيت طبعا لسه هاني أشوف على الباب أتمنى يرجع حتى ونرجعت من العراق من الفاتحة أسأل الوالدة أختي ما إجيه ما رجعت خربطت يعني صدمة أنا سألت عليك بوقتها يعني الوالدة خبرتني أنه أنت كنت في حالة صدمة والله يساعدك موقف مو سهل وكنت بغداد كنت بغداد أول مرة أشوف هالأجواء يعني بكابوس يعني حلما ريد أصحى من عدة أبعد هذا أمر فقط شخص غالي جدا إذن ميسي تفتقده نفسه هاي الصور انت وياه بغداد هنا إذا ممكن تبعو نحن على هاي الشاشة الكبيرة يعني كان يوصيك أكيد يعني هاير الرحلات إلى أبو ظبيب يعني يقول لك الإنسان يحس من تقترب نهايته شنو كان يقول لك إلك الدكتورة حبيبة دائما كان يقول حرموا كل الناس كونوا زينين ويا الكل اشتغلوا على نفسكم اطوروا للأفضل وحتى للأسف ما شاف كل نجاحاتنا بس إحنا رح نشتغل عليه ونفبت هالشي وحتى وصع عمي أنه ينتبه عليه وعلى أختي الدكتورة حبيبة وعلى والدتنا نعم هذه الصور تجمعك مع القيصر وهذه مقالات بالبط دا تخيل كم صوراتكم يعني بالبيت هذي بكن بالتسعينيات هاي الصور خيرت هنا صغيروني يعني جد أمرك هنا لابسانوت هاي ويكالن ساهر عموا وين زارنا بالبيت نعم وهو يحب الحيوانات هاي بالصدفة الصورة؟ لا بالمزرعة كنا زايريها كنا زايريها أجل هنا لأصور ايه ببضبت وفرح لأنه يحب الطيور وأكيد هاي الصور مع الفنانين لأنه كتب كثير من الفنانين العرب صحيح نعم دائما كنت أروح ويا بالمقابلات بالستوديوات تعرفت على كثير فنانين ببضبت أعلم الشغل هو دائما رأتني أشوف أكون موجود ويا حتى بالأمسيات الشعرية موجودة أنا حاضر تائما شون علي شون تتعاملون ويا إرث الوالد قصائد النصوص هل هو كتب مذكرات في الكاظم الساهر بالبوم القادم في أغاني ستنزل في أغاني من كلمات الوالد الله يرحمه ومع من تشتغلون عليها إن شاء الله وماشي الحال والحقوق موجودة هنا بالإمارات وبالعراق وإحنا اليتامة كيتامة رح ناخذ الحقوق إن شاء الله إن شاء الله القانون فوق كل شي كان يكتب مذكرات طبعا أكيد كان يكتب مذكرات طبعا يعني بدأ بيها إيه بدأ بي يشتغل عليها اللي هي من بداية الرحلة إلى النهاية النهاية علي هو كان يسميك علي الغالي بالضبط شنو قصة الغالي بولادتي لطيفة تونسية هي سمتني الغالي والوالد سماني علي تصار اسمي علي الغالي كريم العراقي ومشت علي الغالي حتى ليزع اللطيفة بضبط لأن هي لطيفة عشرة عمر ويانا وصديقتنا ودايما ويانا حتى هي سمت أختي حبيبة لأنها حبيبة اسم حبيبة ولادة مصر ولادة مصر وأنت ولادة دبي ولادة الإمارات هي حتى هي سمت حبيبة حبيبة ما شاء الله اليوم هي طبيبة أسنان وانت خرج إدارة وهم ده تدرس ماستر ما شاء الله ما شاء الله ومرت حبيبة بوحدة من الصور قبل هاي الصورة هذا يا حبيبة كد أشوفها دائما هي والدتك والوالد في حفلات كاظم الساهر وأحيانا في الأمسيات الرمضانية دائما متوجين دوية دائما يعني كانت كأسرة دائما هاي أشوف وشون حابهم وشون يقدمهم للناس احنا ماخبين من عدة الطيبة والأخلاق ومؤدبين دون شكل ما ماخبين الأشياء الموزين الجباب الكرة الصادقين وامحياء الحقد الحسن ذو على الشياء اللي يعرفكم عن قرب يعني أكد هذا الشي يعني صحيح الله سلم طيب أكو ستوديو باسمك علي الغالي علي الغالي شون قصت هذا السوديو هي شان ردي يسوي ستوديو ويجيب بيها الفنانين ويتفقون ويشتغلون على ألبومهم وغانيهم نعم وحتى لو يقعد ويكاتبين يعلي كتبون أفلام وشانت الفكرة أني أجيبهم لهاي السوديو نعم سأني أشتغلنا على هاي الموضوع وسمناها علي الغالي يعني بديتوا شغل بها فعليا لو صارت السوديو موجود بعد السوديو موجودة أنت تكمل إن شاء الله أنا رح أكون أكملها أنت تكتب لو تكتب شائر لو ما أخذ شيء من الوالد أنا أعزف أعزف البيانو وترامبيت الآلات وأغنيهم حتى هي بالهاي السوديو اتفقنا إنو نسوي لي أغنية نعم عليها وهو راد أنا أغنيها سلامة يا أبي هو بالأيام كان مريب يعني هو كتب أغنية سلامة يا أبي ورادك أنت تغنيها بضضط وغنيتها سمعها لو إن شاء الله رح تنزل على القريب أقدر أغني لتش مقطعين البداية إذا تحب أبي 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 سلامة يا أبي محروس بالإله وبجاكل نبي ورح نشتغل عليه التكملة هي خلصانة بس هالين وي الملحن المعروف هو لا تهب صوتك هو يعرف هو ويف أنني بس هو يريدها يسمعك بصوت علي الغالي إنها تحية إلى علي أي يعني رادها مني وأنا هم أكيد كلش فرحة بهاي الموضوع بس أنت مو ببالك تصير مطرب يعني بعيدة شوية نشوف وين تمدين أنا أكبر شي أحب أعزف نعم وأريد أغني أول شي هاي الأغنية هاي الأغنية وإن شاء الله نشوف وين نتودين إن شاء الله كثرة الحديث عن قلقامش وأني آخر مرة سألت عن قلقامش جاوبني بتنهيده وبس واكتفع بذلك شو المشروع وين وصل المشروع هو قلقامش اشتغل عليها سنين وكان استحلم سنين طويلة طبعا كانت حلم إلى أنه تتكمل بس أعطاها العمكة طبعا الساهر وهو دي يشتغل عليها رح يكملها كان هو يحلم أنه يشوفهم منفذة يعني هل كان هالفيد يوم حتش عن قلقامش يعني هو كان يريدها فيلم يريدها مسرحية أو أي شكل هو فني رادها بأي شكل رادها تكون كل شي يعني رادها من كل شي بتكون مسلسل بتكون فيلم نعم المهم تنفذ بالضبط المهم تطلع الفكرة لأنه كل شي غريبة عليه الموضوع نعم إن شاء الله إن شاء الله خير هاي شو الأوراق أنت ديش الساعة شو أنت تقرأ بيها ايه بالضبط شو هاي الأوراق شو مكتوب بيها بسمع بولاتي كتب علي قصيدة وجهك خير وحلو يا علي واني لحد الان كانتها يا أي سنة بسنة ألفين بسنة ألفين لحد اليوم لسه موجودة عندي هاي خطة هذا بخطة هوا خلي نشوفها حتى خطة جميل طبعا بسمو بكنهي تشوفها لا 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 خليها بإيدك ورفعها لو سمع أحضانك دفعوا حنية ووجهك حلو علي من يوم أنا قابلتك كل شي تغير بي وجهك حلو علي وكمل ش مكتوب شنو الثاني البعدين ش مكتوب انت قرأها لا حايرة خليها صار بيناتنا بس البداية بس الباقي تكون صار بيناتنا ايه ما هي شي بيناتنا دون شك يعني أنه كان هو محب والد محب وصادق وعلمكم كل الأشياء الحلوة وترك لكم هذه المحبة تمشون ترافعين راسكم منه يختلف على حب الشاعر الكبير كريم العراقي ويمكن أنتم بعد رحيلة شفتوا الناس جد حزنانا طبعا وتدعيلها بالرحمة وكان هنا مجلس عزاء كبير في دبي أقامت السفر العربية للعراق والعالم العربي نعم كنا نقهرنا وإحنا خسرنا شخص غالي علينا نعم العراق خسروا شاعر كبير وأنا أريد أشكر كل الناس اللي جووا للفاتحة نعم هنا بالإمارات و بالعراق ولتواصلوا كل الناس اهتموا وانقهروا طبعا مسيلوا علينا أكيد وهم نفس الوقت الناس اختفت ناس اختفت خلي تختفي بس الناس الوفية أيضا محبة وموجودة وإن شاء الله تبقوا كلهم على تواصل ويانا وهم أريد أشكر القنصل العراقي والسفير العراقي على مواقفهم الحلوة والفنانين على التواصل معنا محبة الناس مثل ما هو دامتشان يقول محبة الناس هي اللي تفرح الواحد اللي تشجع الواحد يكمل بالشغل المحبة الصادقة مو المحبة هو ترك أثر كبير كإنسان وكشاعر يحس بألام الناس وكلها أكو قصيدة أدى اللي هو على فراش المرض قال لي بها قال لي هو الغاية أنه أنا شو تريد أكتب قصيدة أمل للعراق فمو الناس تتنبه لي أنه أنا داريد شفقة أو دعاء لكنه هذا وضعي ما قدر أتحرك وكتب القصيدة كان هنا ملازم كان موجود في أبو ظبي على فراش المرض فكتبها لهذه الدرجة كان ما يحب أحد ينظر لنا بعين الشفقة أو يقول خطيئة صاير ما راد الناس يقلقون عليه ما راد أبد أبد الناس كان الله يرحمه هاي عزة النفس هو كان يتمنى شيء مرة قلت لي عليه بس هسا ذكرت وكان يحلمي يسوي له مزرعة مزرعة صغير يروح لبستان بالضبط عند ذكريات هناك في بستان وكانت هاي الأجواء كلها شتت عجبة يمكن هذي الأمنية اللي كان أو المكان اللي يروح لبالطفولة حب أنه أيضا تكون نهايتا في مثل هذا المكان هذه الأجواء بالضبط علي شونها الوالدة أنا أعرف أنه هي بعافية يعني صراحة طمنا على صحتها تعباني نحن يعني بعدما وفاء الوالد حسه لسه موجود لسه نبكر سوال في أي شيء نشوف يبكرنا به ننقهر أشياته على حطيته بالبيت أدويته لسه موجودة أغراضه لبسه كتبه شغله معتبره مسافر وحتى هي الوالدة مسكينة مريضة بنفس المرض بالسرطان وإن شاء الله ندعي لها ونتمانع لها الطيبة بسرع وقت تحب تقول شيء تحب توصل مسج لأحد المسج أريد أقول أنه دايما أنه لازم هناك ما أجد تحب أن يتقرون وإن دوني ان تذكير وإن التحب يتعطون أن يتكرر لقد نذكر بسرعة كالتا سرع نسح الله خير نحن كيا تامر نأخذ الحقوق علي شكر جزيل يوم حضورك تحيالتي لعائلتك الكريمة وكل السلامة والصحة لوالدتك التي تحملت الألم وكانت تحمل على نفسها أنا أعرف أنها مصابة نفس المرض وكانت تحمل في سبيل أنه يأخذ علاجه وما يقلق عليها كانت وفية في هذه الرحلة ألف سلامة عليها وتحياتي أيضا للدكتورة حبيبة وهي تدرس الماجستير كل التوفيق إلها وكل التوفيق إلك علي إن شاء الله تسمعون أغنيتي القادمة تنزل وعمالي وعاسف رح نتابعك أكيد أشكر جريد أشكر جنتي والقناة الشرقية وأستاذ فراس وأستاذ سعد البزاس أشكركم ما قصرته أبدا نحن نحبه بصدق ولهذا دائما لا نستطيع أن ننسى وهو صاحب قلادة الإبداع الذهبية اللي كان يعني بوقتها كان طائر من الفرحة هو كان شوف يقدم كل شيء هكذا وما ينتظر لكن من أحد يذكره كانت يعني يحس أنه في ناس ده تقدره في ناس مناسيته هو ما يطلب كان ولكن كنا نحب هذا الشيء أنه إحنا ما نطالب به أنت من تطلب شيء يفقد معناه لكن من أحد يتذكرك ويقول لك لا أنت قدمت وأعطيت وأنت تستحق كل خير هو هذا اللي يفرح أكثر ذكراه رح تبقى ويانا في وجداننا وفي قلوبنا ورح نبقى نستانس بكل ما قدم ورح نكون أوفياء ورح نكون أوفياء أيضاً ويا عائلته ورح نتابعك كل شيء رح يكون حاصي بالظاهرة جزيل الشكر لك علي علي الغالي علي الغالي كريم العراقي ترجمة نانسي قنقر